ولم يقتصر الأمر على الدور الرسمي بل تعده إلى مساهمة الجمعيات الأهلية وبدعم مختلف أطياف المجتمع البحريني في تقديم المساعدات لمن جارت عليهم الحرب حملة الجسد الواحدة البحرينية لم تبخل في مد يد العون والنجدة للجميع من السوريين الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت لم تكد ظلمة العيش بعيدة عن فصول حياتهم اليومية التي خططها لغة الحرب ولم تكد إلا أن ترى وجوها صاحبها الضنك حتى فرق ضيق الحال بينها وبين رخاء النفس التي كبل راحتها جمود الضمير المتفرج على حجم المأساة ضمير غائب بات هو الحلقة المفقودة في دائرة البحث عن مخرج للأزمة التي طالت شدتها ولم تكد إلا أن ترى معالم أرض مظلمة اشتاحها قطر يمضي بها نحو عسر المآل والتجرد من أبسط مقومات البقاء على قيد الأمل ولم تكد تسمع عن بصائص نور لسد مسغبة الهالكين في البحث حتى ولو عن كسرة خبز تنجيهم من خطر الجوع الذي نهش لحم الأجساد ليبقيها عظاما وصف معيشة مضى بنفسه نحو الحال الملازم لبلدة مضايا الواقعة شمال غرب العاصمة السورية وتحديدا في ريفها الذي شهد سقوط أرواح حاصرها السعار قبل أن تحاصرها الحدود حدود تنفس السعداء من خلالها ليكون على لقاء لطالما طال انتظاره مع بوارق مساعدات جاءت من كل حدب وصوب طفقت بتقديم ما قد يسد الضمأ وينجي من براثنا هلاك مستمر مساهمة ولو بالقليل حملتها يد العون على حياة أضحى تقبلها مستحيلا إلى حد كبير تكفلت بها حملة الجسد الواحد هذه الحملة التي تجاوزت كل ما قد يعترض طريقها للوصول إلى المتعطشين لمأكل أنساهم غلي الأعشاب طعمه وشكله ولمشرب يتجرعون مرارته وعدم صلاحيته لاستخدام الجنس البشري استطاعت حملة جسد واحد جمعية تربية إسلامية خلال اليومين الماضيين في إدخال المساعدات القذائية للمجاعات الموجودة في مضايا بالتعاون مع مجموعة من المنظمات العالمية استطعنا إدخال المواد القذائية للأسر والأطفال الذين كانوا يأكلون الأعشاب للبقاء على غير الحياة نحن في جمعية التربية الإسلامية وحملة الجسد الواحد على خطى جلالة الملك الله يحفظه ويبارك فيه بالنسبة للعمل الإنساني فياديه البيضاء في كل مكان في الساحة الإقليمية والساحة الدولية الناس حقيقة تنوعت في تبرعها لإخواننا في سوريا منهم أن يتبرع بالملابس، منهم أن يتبرع حتى بالأغذية، منهم أن يتبرع بالحليب ومن أجل إحلال ركائز التفاؤل بسماع نداء استغاثاتهم سارع أعضاء الحملة بتقديم طرود مساعدات تحتوي كل منها على أجود أنواع البطانيات والملابس الشتوية نهيك عن مواد غذائية أساسية بقيمة 20 ألف دينار بحريني استغرق إيصالها للمحتاجين في البلدة مدة أسبوع مساعدة 500 أسرة، أي إذا متوسطها راح يكون ما يقارب ثلاثة ألاف فرد موجود استطاعت الحملة إيصال هذه المساعدات لهذه الناس بتوفير المواد القذائية وأيضا توفير الملابس الشتوية لجميع أفراد العائلة وأيضا توفير وقود حق المدافع لاستعادة الروح التي سلبت لبرهة من الوقت حكاية مؤلمة ترمم تفاصيلها البائسة هبة الجسد للجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر بالنصرة والنجدة لتلفزيون البحرين محمد الشيدات